نستمع الآن وإياكم إلى ما تقوله هذه الأم الموجوعة على حال أبنائها وهي نموذج يمثل عشرات الآلاف في العراق من هناك سياسة كان حرامية بالأسواق احترقوا يفرهدون بالأسواق هسا يشيلون مليارات يطونهم وإليهم الأولية إليهم الأولية بالتعيينات شن المعنى هالشباب هاي شن الذينبها مجلس المحافظة عدة دورة اليوم؟ مجلس المحافظة بس يبوقون من هناك دور من المحافظة لأصغر واحد كلهم يبوقونهم من معمم السيد الشبير لأصغر واحد كلهم حرامية ويبوقون وكلهم أرصدتهم بالخارج والشعب هذا ظهر بالذل وبالضيام يشتقلون محلات مكفخة عليهم ندرسوا أنا واحد قانون واحد علم سياسية واحد إنقليزي قاعدين بالبيوت شن الذينبهم؟ شن الذينبهم ما عاونا نوصلهم حتى ملابسنا بعلاها على موتهم يعني هسا هاي نتيجتها من كان صدام بيوم اللي يخلص يمشي تعيينه لأي مدرسة كان معلم كان مدرس كان مهندس ليش هسا صدام أشرف منهم ألف مرة وصار لهم قدوة هسا قدوة ظلنا نرحم له يعني كنا بالوجبة عايشين هسا لا وجبة أولا كل شي ماكم يعني حطر علينا كل شي عايب عليهم خليوا يستحون شوية خليوا يثنوا أسستاني للناس بس وداها للحارب كلها موتت واستشدت كان من دعاهم للجهات ما يدعيها السائلهم ما يدعيهم هسا بحقوقهم ليش مسل الجهات وداهم كلها اللي استشدت والتي اتمت جهالها ظلت في علاليك وابطالها مايبن للشوارع ومهاتها زائبة بالشوارع الجدي مايستحون مايب عليهم في حرامية هاي مو حكوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر